السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ على نار هادي عمل لكم النهاردة ان شاء الله السمك البلتي المقلي المقرمش بطريقة وصفة الوصفة سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله الوصفة تعجبكم ولونه دهبي يلا نسمي بسم الله ونبدأ الوصفة هنا عندي الخلطة الطوم على فلفل اغدر وهنا معلقة ملح كبيرة خزبرة فلفل وكمون طبعا انا بالكبة او بالهون زي ما زي ما يوجد عندك الفلفل مع مع الثوم هضربه وعليه الخليط دوت وبحط اللمون عليه برضو دي الخلطة اللي هحشي بيها السمك بعصر عليه كده لمون هو السمك ما بيتحطولوش الفلفل وكمون وكزبرة بس ما بيتحطولوش اكتر من كده ولمون والخلي اصلا بيهري السمك فيا ريت ما يتحتش عايز تغسليه بالخلي ما فيش مشكلة لكن التدبيلة ما تحطيش فيها خلطة هنا هجيب كده اشراحه كده من مني عالجنبين بتشريح كده واحدة عشان السمكية من جوه تبقى واخدى الطعم طبعا انت غسليه تحت مية جارية منظفة منظفة كويس قوي كده هنا هنتبله اي تدبيلة بتزاودي الملح شوية بس علشان يعني الملح يبقى يعني زي اكنك بتعملي رز كده بيبقى الملح زيادة شوية عشان يديك الطعم الحلو لكن انت لو زبقت الملح يدوب كده في التدبيلة بتلاقي الحاجة عدمة ما بيديكيش الطعم الحلو اي انا هنتبله كويس من بره ومن جوه والسمك ما مش شرط ان انت تقعديه في التدبيلة يعني انت ممكن تدبيله وتقلي على طور هندخل كده التدبيلة في السمكية مطرح ما انا فتحتها كده الجم والسمك البلتي لما تجيدي اي انواع سمك ما بتيجي تنقيه تضغطي على السمكية كده لو ايديك غرزة بيبقى ده مش صابح لو مطرح الغرزة شلت ايديك ولاقتيها زي ما هي ما غرزتش بتعرفين ده صابح غير كده بيبقى مش مستحب ان انت تجيبيه هنا هنعصر لمون عليه والسمك بيحب اللمون نعصره علي لمون كتير بيبقى اللحم بتاعه مسكر هو كده جهز هاجب دي اي ومعلقة نشا بنقلبهم في بعض كويس قوي يعني دول خدوا نص كباية دي اي ومعلقة نشا بحط كده من جوه بس رشد دقيق علشان يبقى من جوه برضو مستوي ومقرمش الرشد بتفرق تمام كده رشد دقيق من جوه كده زي ما انتم شايفين كده ومقرده جاهز على ان هو يتقلي ان انا عندي زيت سخن طبعا احنا متفقين ان الزيت لازم يكون سخن علشان يديك القرمشة هو السمك يعني ايه ما بياخدش سوا كتير يحدود خمس دقائق على كل ناحية بيديك اللون الحلو واللمونة دي قشر اللمون ده انا بحب احطه عشان ما بيعملش دخان وما بيعملش ريحة كده عن ناحية تانية كده بالمنزر دوت كده وستوى معي هطلعه كده على ورق مطبخ وصلونه عامل ازاي هم ارمش هنسيب بقى طبعا الزيت ياخد برضو يعني ما بتشيلش السمك والنزل السمك التاني وراه على طول لا احنا بنستنى شوي عشان ادرجة الحرارة ترجع زي الاول هنزلنا بقى الباقي كده السمك طبعا انا اللمونة لما بتتحرق بشيلها وبحط اللمونة تانية كده قلبتوا بالشكل ده بوصلونه عامل ازاي اللمونة كده بشيلها وبحطوا اللمونة تانية بتقلل معاكل الدخان وبتقلل معاكل يعني ما بتحسيش باي ريحة بعد ما بتقلي كده خلاص طلعت كده جهز خلاص تمام بصوا بقى لو نعمل ازاي ومقرمش ومن جوه بجوسي طعم وممتاز قوي جربوا الوصفة سهلة وبسيطة تقدمي معا بقى طحينة تقدمي معا اعيش زي ما انت عايزة ولو عجبتكم بقى الوصفة ما تنسينيش لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا